أظهر فيديو تشرك النار في الهاشيم طفلاً لم يتعدى عمره الخمس سنوات وهو في حالة يرثلها بعد قصف بيته ليلاً الطفل ظهر وهو يرجف جميع أطرافه كانت ترجف وكأن قلبه كاد أن يخرج من صدره وعيونه تنظر بذهول ويملاؤها الرعب حالة الطفل يصعب وصفها بالفعل حتى الأطباء في المستشفى لم يجد طريقة ملائمة لطمئنته ما عاد أخذه بالحضن وعلى ما يبدو هذا كان أنسب حل لأن الطفل انهار باكياً وكأنه يلقي بحمله وخوفه على الطبيب فيديو حزين جداً ومؤلم جداً هذا ما قاله أغلبية نشطاء عنه مثل حمصة التي كتبت شوفوا كيف كل جسمه يرجف من الخوف حسبي الله ونعم الوكيل يا رب انتقم لكل طفل قتلوه وكل طفل خوفوه خدور تحدث عن صعوبة الإحساس بالعجز مثله مثل الكثيرين عبر التعليقات فقد قال إحساسك بالعجز أنه ما فيك تحضن طفل خايف من القصف وعم يرجف شعور العجز والذنب كتير كبير وفاء بيضون من جهتها أشدت بالدور الكبير والمميز الكوادر الطبية في غزة فقد قالت ذنبه أنه الطفل الفلسطيني الهوية يا قلبي عليك كيف عم يرجف والفزع والرعب اللي بعيونه الله يبارك بالكادر الطبي بغزة وحمنيتهم على الكبير والصغير وخاصة الأطفال بعض المتابعين لم يجدوا الكلمات الملائمة للتعبير عن ما بداخلهم بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو مثل علاء الذي كتب ولا ما عم أعرف شو أحكي أو أكتب أكتر من هيك شو بقى طفل عم يرجف من الخوف وهو حابس الجمعة بقلبه ليشوف حضن يقدر يبكي ويطلع الخوف يلي بقلبه وعيونه يا رب فرجك وساما من جهة أخرى لم يستطع أن ينسى المقطع أو يتخطاه ولهذا السبب قال الطفل اللي كان عم يرجف من الخوف بسبب القصف ولما حضنه الدكتور صار يبكي للآن ما عم يروح من بالي نظراته وخوفه للحظة تخيلت أخي الصغير مكانه بدل ما يبكي لأنه خسر بشي لعبة أو لأنك ما اشتريت له اللي بده ياه يبكي من القصف ليش أساسا طفل بهالعمر يعرف شو يعني قصف والله مقطع محزن ما عم أقدر أتخطاه وجدان أكدت أن الطفل كذلك لن ينسى ما تعرض له فقد قالت ما رح ينسى تشي مهما صار حسبي الله وفي آخر الإحصائيات أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف مقتل أكثر من 700 طفل في غزة وإصابة أكثر من 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 21 الجاري كما أكد مسؤول الإعلام في مكتب اليونيساف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس في تصريحات صحفية أن التأثير على العائلات والأطفال لا يتمثل في الوفايات والإصابات فحسب بل في التأثير النفسي أيضا وتأثرهم من قطاع الإمدادات في ظل منع دخولها إلى قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء فبرأيكم مشاهدين كيف يجب العمل على مساعدة هؤلاء الأطفال نفسيا شاركونا أراءكم